الفهم المقاصدي للسنة النبوية اعداد الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف منبر التجديد صوت الوسطية من الاوقاف المصرية المبحث الرابع جوهر رسالة الاسلام وضرورة فهم مقاصده الاسلام عدل كله رحمة كله سماحة كله تيسير كله انسانية كله واهل العلم قديما وحديثا اتفقوا على ان كل ما يحقق هذه الغايات الكبرى هو من صميم الاسلام وما يصطدم بها او يتصادم معها انما يتصادم مع الاسلام وغاياته ومقاصده فالاسلام دين مكارم الاخلاق ورسالته اتت لاتمام هذه المكارم حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فحيث يكون الصدق والوفاء والامانة والبر وصلة الرحم والجود والكرم والنجدة والشهام والمروءة وكف الاذى عن الناس واماطة الاذى عن الطريق واغاثة الملهوف ونجدة المستغيث وتفريج كروب المكروبين يكون صحيح الاسلام ومقصده وحيث تجد الكذبة والغدرة والخيانة وخلف الوعد وقطيعة الارحام والفجور في الخصومة والاثرة والانانية وضيق الصدر فانفض يدك ممن يتصف بهذه الصفات ومن تديونهم الشكلي واعلم انهم عبء ثقيل على الدين الذي يحسبون انفسهم عليه لانهم بهذه الاخلاق وتلك الصفات منفرون غير مبشرين صادون عن دين الحق لا دعاة اليه وان زعموا عكس ذلك واقسموا واجتهدوا فلا خير فيهم ولا وزن لقسمهم وان اعجبك قولهم وادهشتك بلاغتهم فتذكر قول الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد وقوله سبحانه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون تخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبعا على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون ان الاسلام دين العمل والانتاج والاتقان ونفع البشرية فحيث يكون العمل والانتاج والاتقان ونفع البشرية يكون التطبيق العملي لمنهج الاسلام وحيث تكون البطالة والكسل والتخلف عن ركب الحضارة فكبر على من يتصف بذلك اربعا وان تسمى باسماء المسلمين وحسب نفسه عليهم فهو عبء على دين الله عز وجل وعالة على خلقه واتفق اهل العلم والفقه في القديم والحديث على ان المقاصد العليا للشريعة تدور في جملتها حول تحقيق مصالح العباد فحيث تكون المصلحة فثم تشر الله عز وجل يقول الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول الخمسة فهو مفسدة ودفعه مصلحة ويقول الشاطبي رحمه الله المعلوم من الشريعة انها شرعت لمصالح العباد فالتكليف كله اما لدرء مفسدة واما لجلب مصلحة او لهما معا فالداخل تحته مقتضل لما وضعت له فلا مخالفة في ذلك لقصد الشارع والمحظور انما هو ان يقصد خلاف ما قصده ويقول ان الشرائع انما جيء بها لمصالح العباد فالامر والنهي والتخيير جميعا راجعة الى حظ المكلف ومصالحه لان الله عز وجل غني عن الحظوظ منزه عن الاغراض ويقول ايضا الشريعة كلها ترجع الى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم وعلى ذلك دلت ادلتها عموما وخصوصا دل على ذلك الاستقراء فكل فرد جاء مخالفا فليس بمعتبر شرعا ويقول ابن القيم رحمه الله ان الشريعة ببناها واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل الى الجور وعن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحكمة الى العبث فليست من الشريعة وان ادخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله تعالى بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في ارضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول العز بن عبد السلام رحمه الله التكاليف كلها راجعة الى مصالح العباد في دنياهم واخراهم والله عز وجل غني عن عبادة الكل ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصين بل لو كانوا كلهم على افجر قلب رجل واحد منهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئا ولو كانوا كلهم على اتقى قلب رجل واحد منهم لم يزد ذلك في ملكه شيئا ولم يبلغوا ضره فيضروه ولا نفعه فينفعوه وكل ضال الا من هداه الله وجائع الا من اطعمه الله وعارم الا من كساه ويقول لا يخفى على عاقل ان تخصيل المصالح المحضة وضرء المفاسد المحضة عن نفس الانسان وعن غيره محمود حسن وان تقديم ارجح المصالح فارجحها محمود حسن وان ضرء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن وان تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن وأن ضرء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن واتفق الحكماء على ذلك أيضا وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والأعراض والأموال وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال وعلى الجملة فإن فهم جوهر الإسلام ومعرفة أسرار رسالته السمحة والوقوف على مقاصده وغاياته السامية وتطبيق ذلك كله في ضوء مستجدات العصر ومتطلباته يعد ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المعاصرة وكبح جماح الجماعات الإرهابية والمتطرفة ومحاصرة الفكر المتطرف وكسر دوائر التحجر والجمود والانغلاق وسوء الفهم وضيق الأفق والخروج من هذا الضيق إلى عالم أرحب وأوسع وأيسر وأكثر نضجا ووعيا وبصرا وبصيرة وتحقيقا لمصالح البلاد والعباد ونشر القيم الإنسانية الراقية التي تحقق أمن وأمان وسلام واستقرار وسعادة الإنسانية جمعاء فخير الناس أنفعهم للناس وما استحق أن يولد من عاش لنفسه منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه ترجمة نانسي قنقر